مشاهد مأساوية مستمرة على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا ضحيتها المهاجرون الذين يشكل العراقيون غالبيتهم بعد أن فروا من بلدهم الذي بات استمرار عيشهم فيه شبه مستحيل على إثر انتشار الفقر والبطالة وسوء الوضع الأمني يكابد طالبو اللجوء لا سيما الأطفال والمسنون البرد القارس في واحدة من أكثر مناطق العالم برودة إضافة إلى شتى الانتهاكات الممارسة ضدهم من قبل عناصر حرس الحدود مشاعر الألم والأسى تعتصر طالبي اللجوء بعدما تلاشى حلمهم بحياة أفضل لهم ولعائلاتهم وتحولوا إلى عالقين ومطاردين تمنعهم الأسلاك الشائكة والهراوات والأسلحة الموجهة نحوهم من التقدم وعبور الحدود وفي خضم هذه المشاهد تم تسجيل حالات وفاة بين طالبي اللجوء من جراء البرد الشديد فيما يجري الإبلاغ بشكل متكرر عن العثور على جثث لاجئين توف في ظروف غامضة في المناطق الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا جمعية اللاجئين في كردستان العراق رصدت مغادرة نحو 28 ألف مهاجر من كردستان إلى الدول الأوروبية منذ مطلع عام 2021 وبيّنت الجمعية أن 33 مهاجرا فارقوا الحياة فيما قبض على 803 مهاجرين وأعيدوا إلى العراق اتحاد اللاجئين العراقيين أكد بدوره أن وضع اللاجئين على حدود بولندا بيلاروسيا مأساوي فهم يفتقرون لأبسط مقومات الرعاية والإغاثة وتقتصر المعونات المقدمة لهم على بعض الطعام والشراب لكي يبقوا أحياء ويرى مراقبون أن تفاقم أزمة اللاجئين العالقين على الحدود مرتبط بصراعات نفوذ ذات أبعاد جيوسياسية معقدة وثم تخشية من أن يدفع هؤلاء اللاجئون الباحثون عن حياة كريمة وآمنة ضريبة نزاعات دولية كبرى لا سيما بين حلف الناتو وروسيا فضلا عن دفعهم ضريبة سنوات من الفساد والفشل الحكومي في بلدهم الأم